السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي ليوم شاء الله هالفيديو مختلف اه غنتشارك معكم واحد الوصفة اللي كنت استعملتها الزوج ديالي كان ضرره ضهره بزيف واستعملت لي هاد الوصفة وجاب الله شيفا وذاك شي بيش قلت غنتشاركها معاكم ربما تحتاجوها اه العنصر الاساسي دي لحد الوصفة هو الطين الاخضر استعملت الطين الاخضر انا استعملت الطين اللي كان عندي موجود هالطين الاخضر كان شريه بزاف دايما كيكون عدي بجوز باكيات الاساسي ديال الباكيات في الدار استعملت هذا وباش يطلع عليكم يعني لقا ديار خيسم الاحسن شريه هاد الطين ديال الكيلو كيكون هكاك حجر تقدروا تدوبوا في الماء لان هاد الوصفة هدي كتبغين نستعملوها يعني نستعملوها هاد الكمية كبيرة ديال الطين لانه مخصوشي نشوف خصو يبقى هكاك اميد بقى هكاك فازق مهم كان هنا انا غدا نستعمل غي واحد شوية غي باش نوريكم نوريكم يعني كيفاش استعملتها خديت الطين الاخضر هاد الاخضر هاد الخلطة هدي لغنستعملوها من بعد وجهنا مهم يا بغيت غي باش نوريكم يعني الطريقة صافي لان فالك ساعات فاش كان ضروا ظهروا ما فكرش صراحة نتشارك معكم الوصفة صراحة الشي فمن عند الله عاك نديرو السبب وصافي مهم خدينا هني واحد المقدار كتاخدو ديال الطين كان خلطو يعني كيف قدليكم الى كنتو غدستعملوها مثلا الضهر او الركبة او الرجل او من الاحسن استعملو واحد الكيمية كبيرة ديال الطين كتديرو واحد الكوش غليدة يعني خالصة تكون فيها يعني جوز ديال السنتيمتر هاكدك جوز ديال السنتيمتر يعني تكون غليدة باش ما تنشفش لينا باش تبقى واحد المدة مهم كيف كتشوفو كتقو تخلطو يعني كتزيدو شوية ديال الماء كتخلطو يكون هاكده يعني باش يجينا سهل مني نبغي وما يبقى شي سيح يكون هاكده تقيل كيف كتشوفو بحل شكل كخيم كخيم ليسكون عاقدة صافي بكن نسرحو على البلاصة ديال الالم يعني لكن الطهر او الركبة يكون يعني الكوش تكون غليدة كيف كتشوفو نغنوريكم هاكده على ايدية كيفاش استعملتو هاكده سرحتو لي على المنطقة ديال الاتحر ديالو كاملة يعني بلاصة اللي داراه ودرتها هاكده كينكوش كيف قلت لكم تكون نغليدة شوية تقريبا فيها دو سنتيمات خو من بعد غطيتها انا غنوريكم يعني بالضبط كيف استعملتها غطيتها هاكده بالسوبالا بورق هاكا النشاف باش ما توصخش ليكم الفوطة او ضغاء او ذاك شي لا غدا تستعملو صافي ومن بعد اللففت اللي دهروا بالفوطة تقدرو تسخنو تقدرو تسخنو يعني لعندكم ديقالي هاكا تسخنوهم تحطوهم او مهم اي لا قدرتو تسخنو بشي حاجة مزيان ما قدرتوش غي تغطو مزيان بلاصة ديالالم واحنا خلينها ساعتين خلي ساعتين يعني تقدر الواحد يتصنطها كالشي دارس ولا شي حاجة ويبقى يترخى يعني من الاحسن الانسان يترخى باش يساعد الوصفة وحاول يدير شوية ديال النية يعني يدير ان شاء الله الشيفاء من عند الله غادي يجي انا غا ندير غا السباب وان شاء الله ربي غادي يجيب الشيفاء يعني لقدرتو تقرأ وحتى المعويداتين يعني تقرأ شي ديال القرآن وذك شي مهم لقدرتو لما لا ومن بعد ما زولت هذك الطين كامل استعملت هاد الويل اسانسيال دو قول تيغي هذا دائما ما كيخطانيش غادي نوري ارك شفتون عندي على زوج ديال الشكال عندي جوز ديال باكيات هادا هو اللي استعملت الويل اسانسيال دو قول تيغي هنا خديت زيت الزيتون وقطرت فيه اقطرت فيه هكذا ثلاثة ديال القطارات والاربعة باش باش غنضهنولي على الظهر ديالو كامل تقدروه توجدو يعني ديرو هكذا فقرعا وتبقاوا كل مرة تستعملوا منو صافي من الاحسن هاد الزيت هادا نستعملو حتا الليل حتا الواحد يكون بغي نعس بحرحت المساج المساج اللي كيتبع في الفرماسيت قريبا بحر ريحة ديالو وكيسخن هادا ما كتبقاوا تماسي وتماسي وفا ذاك البلاسة اللي كتدركم كيسخن مزيان وكيترخال واحد ويقدر ينعس حتا الصباح وعد يغسلوه كيف قلت لكم أتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون مفيد ليكم وإلى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة